اكد معالي السيد علم صالح صالح رئيس مجلس الشورى ان الترابط الاخوي والاستراتيجي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية يسهم في استدامة الشراكات المثمرة والتعاون الوثيق واثراء مسيرة العلاقات النموذجية والمتفردة بين البلدين الشقيقين جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معالي رئيس مجلس الشورى مع معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري وذلك على هامش المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة وخلال اللقاء شار معالي رئيس مجلس الشيوخ المصري لان مصر والبحرين تمتلكان سجلا حافلا من الانجازات المشتركة والنجاحات المشهودة في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية مشددا معالي على مواصلة العمل بروح اخوية واحدة من اجل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين